احنا كلنا كنا متابعين حالة كنا لسا بنتكلم في الحقيقة قبل الفصل شفنا مع بعض ان احنا كنا متابعين حالة الخوف اللي عند العالم كله من فيروس كورونا وازاي بينتشر بشكل كبير في عدد من الدول فمصر هنا طبعا الحمد لله احنا ما عندناش اي حالة مصابة بالمرض كمان الحالة الوحيدة كانت لشخص اجنبي وده تقال وقالنا الحالة بالتفصيل وتابعنا كمان الحالة اللي كان حامل لهذا الفيروس وكمان ده خلاص خرج وما فيهوش مشاكل المهم ان دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمل اجتماع للمجلس الاعلى للمستشفات الجامعية واكد ان لابد من رفع درجة استعدادات المستشفات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا دكتور خالد كمان قال انه هيتابع مع المجلس الياد خطة العمل لتعامل مع ظهور اي حالات مصابة بالفيروس في نطاق جميع المستشفيات التابع للجامعات بمختلف المحافظات كمان اكد على الجهة الفيروس خلونا نستقبل الاتصال من الدكتور عدل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي صباح الورد يا دكتور عدل صباح النور على حضراتكم صباح الفل معلومات اكتر يا دكتور عن الموضوع ده زي من حضراتكم اشارته احنا اصلا مشكلين غرفة عمليات برئاسة السيد الوزير منذ بداية انتشار هذا الفيروس على المستوى العالمي وحضراتكم تعلموا ان المستشفيات الجامعية موجودة في كل محافظات مصر فبالاضافة لغرفة العمليات وحدات الترصد الوبائي في كافة المستشفيات الجامعية يعني على اهمة الاستعداد في هذا الشأن المصاري التاني حضراتكم كل الجامعات فيها ندوات توعية منذ بداية اليوم الاول للتراسة في الفصل الدراسي كنا شغالين في الاجازة منتصف العام الدراسي في اعداد ادوات التوعية المختلفة ومع بداية الدراسة تم نشر كل اهدوات التوعية الحاجة التالتة الحقيقة طبعا مستشفيات الطلبة ايضا من خلال وحدات الترصد الوبائي ومن خلال سهور اي علامات في دور الانفلوانزة العادية الحقيقة بيتم التعامل معها بمنتهى الجادية وزي ما حضراتكم اشارته السيد الوزير اشار في اجتماع عامس ان كافة المستشفيات الجامعية بتعتبر نفسها في مرحلة استثنائية عشان نقدر نتعامل مع هذا الموضوع انه يبقى فيه كورونا من كتر ما هم مش عايزين يستوعبوا ان مثلا بيتقال اول بيانات رسمية بانه يا جماعة الفيروس مش موجود في مصر يعني وكان في حالة تحدي اجنبي يعني وهكذا حضراتك بتشوف ده ازاي طبعا في حضراتكم في حالة وجود اي ازمة او اي ظروف استثنائية متوقع ان فيها حجم الشيئات والاخبار الكاذبة للأسف بيكون منتشر بشكل كبير جدا لكن احنا بالناشد الرأي العام بالناشد الرأي العام والطلاب على وكه التحديد انه ليست هذه فترة ترويج اشعاعات وليست هذه فترة ترويج اخبار كاذبة ولسنا مضطرين على اي مستوى ان احنا نعتم على اي معلومة من المعلومات على التطلاق لان احنا بنتكلم حضراتكم في صروة مصر من ابنائها سواء على مستوى طلاب الكامعات وعلى مستوى طلاب المدارس فليس من مصلحة احد ابنائنا كلهم في المدارس وفي الجامعات وبالتالي ليس من مصلحتنا ولا مصلحة بات اطلاقا على اي مستوى من المستوى طبنا احنا نخفي اي معلومة لكن احنا بنناشد الناس مسألة ترويج الشيئات والاخبار الكاذبة في مثل هذه الظروف الحقيقة بتخلق حالة من الرعب وبتخلق حالة من الخوف عند الناس وليس له بتاع على الاطلاق طالما احنا بنقول ان في حملات توعية مستمرة طالما في اجراءات المظافة اللي موجودة في الجامعات طالما فيها استعدادات في المستشفيات الجامعية جيدة طالما احنا بنطبق البروتوكول الخاص بهذا الفيروس يبدأ بيدينا حالة اطمئنا دكتور الخطة العمل اللي اتكلم عنها الوزير دكتور خالد هل هي خاصة بكل المواطنين اي مواطن يروح لأي مستشفى جامعية تعالج ولا ده معمول بشكل خاص لطلبة الجامعات لا طبعا حضراتكم المستشفيات الجامعية لا يقتصر دورها فقط على استهدال الطلاب واعضاء التدريس ولكن المستشفيات الجامعية سنوان بتستقبل 18 مليون مريض من كل محافظات الجمهورية وبالتالي احنا عندنا حضراتكم تنصيخ مع وزارة الصحة في عزيز جزئي في حالة وجود لاقدر الله اذا احنا اكتشفنا اي حالة في المستشفيات الجامعية سواء من طلاب الجامعات او من عطاء التدريس او العاملين او المواطنين لانه بيرتاد المستشفيات الجامعية عدد كبير من المواطنين من طالب الخدمة الصحية والعلاجية في كافة التخصصات بالتأكد طبعا فيه تنصيخ مع قطاع الطب الوقاية في صارة الصحة عشان يتم مناخله عشان يقدر ياخد الخدمة اللي يستحقها بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي